شهر رمضان كله بلا شك شهر استثنائي بس حلقة النهاردة حلقة استثنائية ليا أنا شخصيا مش بس عشان دي حلقة بنتكلم فيها كمان عن ليلة الأدر لكن حلقة استثنائية كمان عشان احنا بنتكلم فيها عن حادث أنا بحبه بحبه بيحرك قلبي إلى أبعد مدى الحادث ده حصل بعد غزوة حنين والحادث ده حدث ما بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار بيحكي لنا سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول لما أعطى صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطى من العطايا لقريش وقبائل العرب ولم يكن للأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسه يعني بعض الأنصار وجدوا في أنفسه حتى كثرت منهم القالة يعني الكلام كتر حتى قلق إلهم لقد دقى والله رسول الله قومهم إيه اللي حصل؟ يعني حضرة النبي لقى أهله يعني إيه لقى أهله؟ وإحنا ما كناش أهله؟ فدخل عليه سعد بن عبادة سيد الأنصار حضرة النبي كان بيقدر سيدنا سعد أوي وهو حضرة النبي قال فيه قوموا لسيدكم فإنزلوه فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسه يعني زعلنين شوية لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن هذا الحي من الأنصار منها شيء يعني الناس دولا ما نعلمش شيء قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ حضرت النبي بيقول سيدنا يا سعد طبعا الكلام ده مش موجود في السن موجود في السيرة والكلام ده مهمة أوى أوى ويقوله طبو أنت فين يا سعد؟ فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي أنا زيهم الحكاية نتشرت أول درجة أن سيدنا حسيم لسابد إيه اللي حاصل؟ بدل الكلام وصل عن سيدنا حسيم لسابد بقى مسألة إعلامية خلاص بقى انتشرت بقى ما والشعر كان هو الأدال الإعلامية عند العرب فسيدنا حسيم لسابد ألف المعنى ده إيه لي؟ الأبيات من الشعر أذكر بعضها القصيدة طويلة أل زادت هموم في ماء العين منحدر سحا إذا أغرقته عبرة درره وات الرسولة فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عد للبشر سماهم الله بيكلم عن بقى على الأنصار أو بيكلم عن الأنصار وأميتهم وإزاي ربنا سبحانه وتعالى مكنهم سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر لربنا سماهم الأنصار والدنيا متأججة والحرب مشتعر فحدث النبي عمل إيه؟ قال لي سيدنا سعد فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة في هذا المكان قال فخرج سعد فجمع عن الأنصار في تلك في ذلك الوادي فإن اللي حصل ففي واحد من المواجرين جه فتركه ودخل ودخل ومعهم ناس آخرين فردهم قال لهم أنا مش عايز بس غير الأنصار محدش يجي هنا محدش يبقى موجود غير الأنصار بس فسيدنا سعد بيقول فقال اجتمع لك هذا الحي من الأنصار يعني أنا جمعت لك اللي أنت عايزه من رسول الله فرسول اللي يجيه فحمد الله أثناء علي بما هو أهله ثم قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة بقى ونسمع الكلام ده بقلوبنا مش بقودنا قال يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم وجدتم في أنفسكم فهو حضرت النبي بيكلمهم بيقولهم وجدتم في أنفسكم يعني أنت زعلانين مني ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فماذا كنتم عالة فأغناكم الله وعداءا فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى يا رسول الله المن والفضل لله ثم قال صلى الله عليه وسلم هم كده جاوبوا على حضرت النبي بس يبدو الإجابة دي مش هي الإجابة اللي كان حضرت النبي عيزة قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قال بماذا نجيبك يا رسول الله هم عايزين يقولوا نحن جاوبناك لله والرسول المن والفضل نحن هو جاوبنا قال صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتيناك مكذبا فصدقناك ومخزولا فنصرناك وطيدا فأويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في رعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم فأولا ذي نفس محمد بيده لو للهجرة لكنتم رأم من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لا سلكتوا شعب الأنصار اللهم أرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار اللي ورد في الرواية بيقول كده زي بيقول ابن إشام وغيره فباك القوم حتى أخضلوا لحاهم بلوا لحاهم كأنهم حنوها بالدموع وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقه يا الله على هذا المشهد مشهد عجيب بيكلم حضرة النبي فيه الأنصار ويقول لهم ألا يكفيكم أن يعود الناس بالشاتي والبعير إلى رحالهم وتعودون برسول الله إلى رحالكم إحنا ليه جايبينا هذه الحادثة وإحنا بنتكلم على ليلة الأدر لأن فيه ناس كتيرة بتشوف أن ليلة الأدر هي ليلة واحدة الناس بتعيشها بس وتكتهد فيها علشان تاخد أجري عظيم كتير وفي ناس كل اللي يليهم ليالي أدر إزاي تكون كل اللي يليهم ليالي أدر لأنهم عايشين دايما مع الله ورسوله وعشان كده من المواقف اللي بحبها الموقف اللي احنا حكينا ده لأنه موقف بيحسسني بقد إيه نعمة ربنا اللي مني بيها على الصحابة اللي احنا مشتقين أنه نكون في هذه المن اللي مني بيها على الصحابة أنه يكون معهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه ليهم وأن ليلة الأدر هي الليلة اللي تلاقي فيها نفسك ورأي من الله ورسوله